الجيش المصري يرد بقوة على منفذي هجوم مسجد الروضة الذي اودى بحياة عشرات المصلين بين 2014 و2017 كيف تبدد حلم داعش بدولته المزعومة والتلوث الضوئي خطر جديد يهدد العالم اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم سقطت عشرات الضحايا في هجوم ارهابي على مسجد الروضة في شمال سيناء الجمعة وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ونقلت مصادر رسمية ان حصيلة الهجوم بلغت 235 قتيلا وعشرات المصابين واعلن الجيش المصري حالة الطوارئ القصوى في سيناء فيما اعلنت الداخلية حالة الطوارئ في العاصمة القاهرة هذا وافاد مصدر امني مصري ان طائرتين من دون طيار دمرتا سيارتين تقلان المتورطين في حادث الهجوم على مسجد الروضة شمال سيناء مما اسفر عن مقتل خمسة عشر مسلحا وقال المصدر ان الغار استهدفت السيارتين في منطقة صحراوية تدعى الريش قرب قرية الروضة اضافة لمقتل ثلاثين اخرين في حملة مدهمة بقرية الرئيسان وسط سيناء وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعهد بالثأر بمنتهى القوة لضحايا الهجوم الارهابي وقال في كلمة متلفزة ان القوات المسلحة والشرطة ستقوم بالثأر للشهداء واستعادة الامن والاستقرار بمنتهى القوة خلال فترة قليلة هذا الحادث هذا العمل الارهابي الاثم يزدنا صلابة ويزدنا قوة ويزدنا ارادة في ان احنا نقف ونتصدى ونكافح ونحارب الارهاب لن يزدنا الا اسرارا ولم يزدنا الا وحدة ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالسأر لشهدائنا واستعادة الامن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القليلة القادمة من جانبه قال خبير الجماعات المتشددة الدكتور عمار علي حسن ان هذا الهجوم لابد ان يكون له صلة بتنظيم داعش الارهابي وانه يتشبه الى حد كبير مع عمليات التنظيمات الارهابية في نيجيريا وباكستان وان هدف هذه التنظيمات هو ازالة اي امكانات للدولة المصرية في تلك المناطق ثم اعلانها امارة داعشية كما يزعمون هذه العملية لا يمكن الا ان تكون لصيقات الصلة بمثل هذا التنظيم او اولئك الذين وجهوا هذا التنظيم في هذا الاتجاه وهي تتشابه الى حد كبير مع ارتكباته جماعات ارهابية وتكفرية في نيجيريا والجزائر وفي باكستان وفي العراق هذه التنظيمات لديها هدف بعيد المدى تحاول ان تحققه وهو خلع او ازالة اي امكانات او موجودات مادية او رمزية للدولة المصرية في تلك المنطقة توطئة للاستلاء عليها ثم اعلانها امارة داعشية او اسلامية بين قوسين كما يزعمون وجزء من هذه المسألة قائم على تفريغ المنطقة من سكانها وهذا التفريغ اعتقد ان الحادث الاخير يشير اليه هناك رغبة في الانتقام تحديدا من قبيلة السواركة وهي قبيلة تتعاون مع القوات المسلحة المصرية في تلك المنطقة وهم الذين يقتنون تلك القرية وكانوا موجودين في هذا المسجد وهناك ايضا محاولة لردع او الانتقام من كافة القبائل التي تتعاون مع وجود الدولة المصرية هناك وتحتفي بهذا الوجود او تحافظ عليه وعقب الحادث توالت ردود الفعل الدولية المستنكرة للمجزرة الارهابية التي اودت بحياة نحو 235 شخصا على الاقل في مسجد في شمال سيناء التفاصيل مع الزميلة ميسون بركة فقد ادانت دولة الامارات الهجومة واكد تضامنها ودعمها القوي لمصر ووقوفها الثابت معها في مواجهة الارهاب امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اكد استنكار بلاده للهجوم ودعمها وتأييدها لكل الاجراءات التي تتخذها مصر للحفاظ على امنها كمدانة الامين العام لجامعة دول العربية احمد ابو الغيط الهجوم الارهابي معربا عن عميق تعازيه لجمهورية مصر العربية وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد الخليفة اكد بدوره وقوف بلاده مع مصر في معركتها ضد الارهاب كمدانة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الهجوم واكد تضامن الاردن الكامل مع مصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس استنكر بأشد العبارات هذه الجرائم الارهابية واكد وقوف الشعب والقيادة الفلسطينية الى جانب مصر الخارجية التونسية دانت بأشد العبارات الاعتداء الارهابي ايضا من جانبه عبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن حزنه الشديد نتيجة الهجوم الارهابي الذي وصفه بالبربري فيما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبدالفتاح السيسي تعزيه بضحايا تفجير مسجد العريش الرئيس الامريكي دونالد ترامب ايضا ادان الهجوم الارهابي في سيناء الشعب المصري استنكر وبشدة التفجير على مسجد العريش نتابع معا ردود الافعال ما فيش دولة اسلامية ليهم يعني بأي منطق ان انت بتبني عايز تبني دولة على دم ناس ايا كان الناس دي سواء مسلمين او مسيحيين مش فارق معاهم ايا كان هو منطقهم انها اكون انا او ما فيش اي حد تاني اعتقد يعني النازل ما بتفرقش بقى بين اسلامية بين مثلا عسكريين مدنيين مسلمين مسحيين بديهم هما فجروا مسجد يعني فما اعتقدش انها تفق معاهم يعني يعني دي حاجات هما بيعملوها يعني هما بيروحة من دفع عن الاسلام والمسلمين وبتاع بس القصة هما فجروا مسجد الناس بتصلي فالمرضوع كده بعيد تماما عن عن حماية الاسلام يعني اللي يعمل كده عندوش دين اللي في كنسة ولا في جامع اللي يعمل كده في كنسة ولا في جامع ما عندوش دين ولا عندو دولة ولا عندو مش دولة ما عندوش دين اساسا بس بس ياريتي نتمنى انه ما يقولوش قتلناهم لا يتمزك ونعرف من اللي وراه ويديب اللي وراه ما معرض كده عمل في الجامع ما معرضين باي حد كل واحد معرض في الشارع يحصل له اي حاجة بقى اللي حصل النهاردة بصراحة يعني حاجة ما فيش عقل يعني لا مسلم ولا مسيحي ولا يهود حتى يقبلها خالص لأنا بقوله النهاردة انه هو عدم استقرار البلد الهدف من ده مش مش موضوع ديني خالص مش نزع ديني اطلاقا اللي حصل اليوم ده وقت عايز يعمل عدم استقرار في البلد عايز يخسر البلد يشاتت افكارنا يخلي حاجة مشغولين داخليا ما نفكرش في حاجة تانية ما نفكرش في مصالحنا ما فكرش في اقتصادنا ما حدش يقدر ينال من وحدة الشعب المصري مسلم مسيحي مع بعض ما فيش حاجة اسمها تفريقة لنشتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد مونيا داعش في الاشهر الاخيرة بهزاء متولية فقد خلالها معظم المساحات التي كان يحتلها في سوريا والعراق التؤكد المعطيات على الارض انه بالمقارنة مع سنة 2014 التي ظهر فيها التنظيم بكامل قوته وعناصره واسلحته فانه انتهى الى الابد ودولته المزعومة تبددت مقارنة بين ما كان عليه داعش في 2014 وما صار اليه في 2017 نتابعها مع الزميل زكريا نعساني لم يخطر ببال ابي بكر البغدادي الذي اعتلى من برمسجد النوري في الموصل يوم الرابع من تموز يوليو 2014 ليعلن دولته المزعومة لم يخطر بباله ان تنتهي دولته في ثلاث سنوات فقط ويتبدد حلمه الذي احتل من اجله اكثر من ثلث سوريا والعراق ففي 2014 حقق داعش في اقل من 60 يوما مكاسب سريعة واحتل اكثر من ثلث سوريا متخذا من الرقم اقلا رئيسا له ونحو 40% من العراق متخذا من الموصل عاصمة له فكانت مناطق احتلاله تمتد على مساحة تقدر باكثر من 90 الف كيلو متر مربع اما في 2017 فقد خسر داعش حوالي 95% من تلك المساحة بحسب ما اعلنه التحالف الدولي ولم يتبقى لداعش سوى بضعة مئات الكيلو مترات المنتشرة في صحراء الانبار واجزاء صغيرة من دير الزور وحمى اعداد المقاتلين في صفوف داعش بلغ 50 الف مقاتل في نهاية 2014 ليزداد بعد ذلك تعدادهم الى الضعف في 2015 اما الان فقد قدر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عدد قتل تنظيم داعش بحوالي 80 الف مقاتل وبالنسبة لتدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق فقد قدرت مجموعة صوفان ومقرها نيويورك تعدادهم ب27 الفا الى 31 الف شخص قد سافروا الى سوريا والعراق للانضمام الى تنظيم داعش في 2014 و2015 اما الان فبحسب قيادة التحالف فقد توقف نهائيا انضمام الاجانب الى داعش خسارة الارض تبعها ايضا خسارة فادحة في الموارد المالية ففي 2015 بلغت ارادات داعش نحو 81 مليون دولار يوميا اما الان فلا يوجد لداعش اي دخل ولكن بالعودة الى اخر احصائية لموارد داعش فنجد انه في الربع الثاني من 2017 انخفضت ارادات التنظيم النفطية بنسبة 88% والضريبية بتسع وسبعين في المئة اما دعاية داعش فهي اكبر المتضررين ففي 2015 كان داعش ينتج اكثر من مئتي فيديو وبرنامج اذاعي ومجلات وتقارير مصورة كل اسبوع بحسب تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية الا انه لم تنشر مجلته الوحيدة التي تبقت له منذ تشرين الاول اكتوبر اي مادة وايضا كانت اسلحته الدعائية والاداعية والمصورة خارج الخدمة في معظم الشهر ذاته وفي 2014 كان هناك نحو 200 الف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتبع لداعش اما اليوم وبعد اغلاق تويتر وحدها 120 الف حساب وفيسبوك ويوتيوب كذلك لم يتبقى لدى التنظيم الا تيليجرام الذي توقف منذ ايام ولم ينشر عبره التنظيم اي خبر لقد كان البغداد في 2014 يتنقل بحرية بين سوريا والعراق في ارجاء ما اعتقدها لبضعة شهور دولته التي سيتزعمها وهو اليوم مختبئ لا ملجأ له ينتظر بصير دولته المحتوم بعد اشهر من تحرير الموصل من احتلال داعش تضج مساجد المدينة بالمصلين بكل حرية لسيما الجمعة اذ عبر موصليون عن سعادتهم بنفض غبار داعش من الجوامع التي كان يستخدمها قادة التنظيم للترويج لأفكارهم الإرهابية مراسل اخبار الان وسام يوسف والتفاصيل صلاة يوم الجمعة في الموصل وبعد تحريرها من احتلال داعش تغيرت كما تغيرت المدينة بأكملها هنا في جامع ذي النورين شرقية الموصل وبعد ان كان داعش يتحكم بالمساجد ويستغلها في نشر افكاره الإرهابية يتوافد اليوم مصلوا المدينة الى هذا المسجد مجددا لإقامة صلاتهم بكل حرية صار تغيير طبعا صار اخبال اكثر من تمام كانت خبل لكن كانت تجيب يدره بقوة او قسرا يجيبه فسال الوضعية تغيرت يعني انسان دا ينتفع من كيفه اكو امان ومطمئن ويجي وهذا بيت الله ويؤدي الواجب الديني اللي مطمئن عنده وخصوصا ايام جمعة ما شاء الله الصلاوات تختلف يعني عن بقية الايام المجتمع المصلي عبر التاريخ يعد مجتمعا مدنيا يلتزم بتعاليم دين الاسلام لكنه بعيد تماما عن كل اشكال التطرف وهذا ما يفسر التعايش السلمي بين مكونات المدينة حيث فشل داعش برغم ممارساته الارهابية في التأثير سلبا على هذا التعايش ها وقد عادت موصلنا الحبيبة الى سابق عهدها قبل ايام داعش الاجرامية التي كانت تبث سموم الفرقة بين طوائف المسلمين في هذا بلدنا بلد العراق وكانت تحث على الغلو والتطرف والتعصب بحيث انها كانت تنزل اشد العقوبات الى المسلمين جميعا وخصوصا وخصوصا اهل الموصل تبث فيهم الفرقة وتسود ويسود الغلو وتطرف على افعالهم وتصرفاتهم تجاه اهل الموصل جوامع الموصل كان يعتبرها تنظيم داعش احد اهم الاماكن التي يزرع انطلاقا منها افكاره المريضة في المجتمع حيث اغضعها لما كان يسمى لديه بديوان الدعوة كما هو معروف المدينة الموصل مدينة متدينة ومحافظة وهي التي خرجت الكثير من العلماء والمفكرين والادباء والشعراء وبالتأكيد الناس هم الان مسرورين وسعيدين بعودة الحياة الطبيعية الى الموصل والى الجوامع كما جميع مؤسسات الموصل اثناء احتلال داعش كانت خاضعة لقوانين واملاءات قادته لغرض تنفيذ وتمرير افعالهم الاجرامية ضد الاهالي لا سيما المؤسسة الدينية التي حاول داعش تحميلها وزر جرائمه وارهابه اعلن المتحدث باسم المعارضة السورية احمد رمضان ان ممثلين عن المعارضة اختاروا نصر الحريري رئيسا لفريقها في الجولة القادمة من المفاوضات التي تدعمها الامم المتحدة في جينيف هذا وقال الحريري انه دهب الى جينيف لعقد محادثات مباشرة لبحث كل شيء على طاولة المفاوضات مضيفا ان المعارضة ستتوجه بعض ايام الى جينيف بناء على دعوة ستيفانديم السورة امهل الاتحاد الاوروبي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي عشرة ايام لتحسين عرض الانفصال عن الاتحاد وإلا ستفشل في اقناع زعماء التكتل بفتح محادثات تجارية مع المملكة المتحدة في قمة خلال الشهر المقبل واذا لم يتم توصل الاتفاق في الشهر المقبل سيكون الوقت ضيقا للغاية للاتفاق على ترتيبات قبل مغادرة بريطانيا للتكتل في مارس الفين وتسعة عشر باءت جميع الجهود التي بودلت للعثور على الغواصة العسكرية الارجنتينية المفقودة منذ الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر بالفشل حيث اكد تقرير رسمي صدر الخميس ان هناك انفجارا تسبب بفقدان الغواصة وعلى متنها فريق من اربعة واربعين فردا التقرير تالي وتفاصيل فقدت الارجنتين الاتصال مع الغواصة سانخوان اثناء بحارها من ميناء شوية جنوبي البلاد الى ميناء مارديل بلاتا الى جنوب الشرقي من العاصمة بوينس ايرس ووفقا للمعطيات فان السلطات فقدت الاتصال مع الغواصة الالمانية الصنع والتي يوجد على متنها اربعا واربعين فردا وعلى بعد اربعمائة وخمسين كيلومترا عن سحل مقاطعة بيتاغونيا الجنوبي وقالت السلطات الارجنتينية انه بعد ايام من البحث عن الغواصة المفقودة طلقت البحرية الارجنتينية اشارات استغاثة نسبتها الى الغواصة وزارة الدفاع الارجنتينية قالت حينها انها تعمل على تحديد مكان الارسال مضيفة بان وجود اشارات استغاثة يعني ان طاقم الغواصة يحاول استعادة الاتصال بالبر وكانت الغواصة على بعد أربعمائة وثلاثين كيلومترا من ساحل جنوب الارجنتين على المحيث الاطلنطي عندما حددت اخر موقع لها مما دفع السلطات لبدء عملية البحث والانقاذ ليأتي بعدها المتحدث باسم البحرية الارجنتينية ليقول ان عملية البحث عن الغواصة المفقودة منذ نحو اسبوع بلغت مرحلة حرجة مع احتمال اقتراب نفاذ الاكسجين المتوفر لطاقمها والمكون من اربعة واربعين شخصا اذ انضمت حوالي ثلاثين سفينة وطائرة واربعة الاف شخص من الارجنتين لعملية البحث عن الغواصة حيث ان البحرية الارجنتينية حاولت الاتصال بالغواصة سبع مرات متتالية عبر الاقمار الصناعية الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل ثم قال المتحدث باسم البحرية خلال مؤتمر صحفي انهم تبلغوا بمؤشر رسمي رصد في منطقة عمل الغواصة ضوضاء غير اعتيادية اذ تبين لاحقا ان الصوت غير العادي الذي رصد في اخر موقع ان كانت فيه الغواصة قبل فقدان الاتصال بها يشير لوقوع انفجار على الارجح وصف بانه غير طبيعي وغريب وقصير وعنيف حيث اكد تقرير رسمي صدر الخميس ان هناك انفجار تسبب بفقدان الغواصة العسكرية الارجنتينية فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل مهرجان بدون تأشير الموسيقي يجمع كبار الموسيقيين في الرباط اهلا بكم من جديد والان الى جولة الصحافة جولتنا من صحيفة الاتحاد الاماراتية التي عنونت سيارة كهربائية تنطلق من صفر الى مئة كيلومتر في ثانيتين كشفت شركة تسلا للسيارات الكهربائية نقاب الاسبوع الماضي عن سيارة رودستر الحمراء الرياضية البالغ ثمنها مئتي الف دولار امريكي وتمتلك السيارة الرياضية سقفا زجاجيا قابلا للازالة وتعد بمثابة نسخة محدثة من السيارة الاولى التي انتجتها الشركة في الفترة من الفين وثمانية الى الفين واثني عشر وهي تتسع لاربعة اشخاص الى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت انستجرام يوفر خاصية طلب الانضمام الى البث المباشر للاصدقاء بعد ان قامت خدمة انستجرام في الصيف الماضي باختبار البث المباشر المشترك للاصدقاء وطرحه على نطاق واسع في اواخر تشرين الاول الماضي اعلنت شبكة التواصل الاجتماعي عن خيار جديد يمكن الاصدقاء من طلب الانضمام الى البث المباشر مع اصدقائهم من خلال ضغطة زر واحدة صحيفة اليوم السابع المصري عنونة باحثون يبتكرون بطارية جديدة توفر مستويات عالية من الامان ابتكر مجموعة من العلماء بطارية جديدة تعتمد على السوديوم بشكل اساسي ولديها القدرة على تخزين المزيد من الطاقة مع الحفاظ على مستويات عالية من الامان والموثوقية وركز الباحثون من المختبرات السويسرية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جناف على مزايا البطارية الصلبة التي توفر الشحن جنبا إلى جنب مع زيادة سعة التخزين وتحسين السلامة وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت هاتف ايفون اس اي تو قادم في النصف الاول من الفين وثمانية عشر تعمل شركة ابل على تطوير الجيل الثاني من هاتفها الذكي صغير الحجم ايفون اس اي على ان يصل الى المتاجر في وقت ما من النصف الاول من عام الفين وثمانية عشر وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن صحيفة ديلي نيوز الاقتصادية الصينية وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن النسخة الاصلية من الهاتف في شهر مارس الفين وستة عشر لذلك قد يكون من المنطقي ان يظهر الجيل الثاني من الجهاز في نفس الوقت من العام المقبل تسهم الانارة الاصطناعية ليلا بزيادة مقلق في التلوث الضوئي في كافة انحاء العالم بحسب دراسة علمية جديدة وبينما تقلل دول العالم الاول من انارتها عن طريق استخدام تقنيات عالية الفعالية تستهلك طاقة اقل مثل انوار لد لم يجد الباحثون تراجعا في مستويات التلوث الضوئي هناك مزيد عن انتشار التلوث الضوئي في التقرير التالي اصبحت الليالي في جميع انحاء العالم اكثر اشراقا خبر قد يبدو سعيدا الا انه غير ذلك ولا يبشر بالخير بالنسبة لجميع المخلوقات بمن فيهم البشر اظهرت بيانات الاقمار الصناعية ان سطوع الاضواء الصناعية في المناطق المكشوفة ليلا ارتفع بنحو 2% سنويا من 2012 وحتى 2016 والتي تسببت بالتلوث الضوئي الضار للانسان والحيوان وكشت باحثون ان واترة الزيادة في البلدان النامية كانت اسرع من البلدان الغنية التي تنتشر فيها الاضواء الصادع ليلا ونوه الباحثون ان بيانات القمر الصناعي الخاص بالطقس التابع للادارة الامريكية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لا تعكس المشكلة بالكامل لعدم قدرتها على رصد اضواء الليد ورصد الباحثون زيادة في الاضاءة الليلية في ارجاء امريكا الجنوبية وافريقيا واسيا فيما كانت نسبة الاضاءة ثابتة في دول مثل ايطاليا وهولندا واسبانيا والولايات المتحدة وهي من اكثر الدول سطوعا وترجعت الاضواء الليلية في سوريا واليمن بسبب الحرب بينما زادت المساحة المضاءة في استراليا بسبب حرائق الغبات تأثيرات التلوث البيئي لها نتائج سلبية فقد اوضح العالم البيئي فرانس هولكر ان زيادة الوهج في السماء قد يؤثر في نوم الانسان ويهدد صحة 30% من الفقاريات و20% من الفقاريات الليلية ثم تؤثر الاضواء الصناعية بالنبتات والكائنات الدقيقة وتهدد التنوع الحيوي بسبب تغير العادات الليلية مثل التكاثر وانماط الهجر للكثير من الكائنات الحية بحسب هولكر أدت فرق موسيقية عروضا جاءت في إطار افتتاح مهرجان موسيقى بدون تأشير الذي يستهدف الموسيقيين المحترفين من جميع أنحاء العالم أسيما إفريقيا والشرق الأوسط ويشارك محترف الموسيقى من 85 دولة في المهرجان الذي يشبهه البعض معرض الموسيقى العالمية الذي ينظم في أوروبا اتسبب المعرض بزحام في حركة السير بالعاصمة المغربية الربط موسيقى متابعينه من أول ما ابتدى مهرجان فيزا في الميوزيك من أربع سنين حسين أنه هو ممكن يكون تجربة شبيهة بالورلد ميوزيك إكسبو وقلنا أنه يبقى جميل أنه يبقى عندنا في أفريقيا وفي شمال أفريقيا في مهرجان يقدر يسوى للموسيقى بتاعتنا بتاعت أفريقيا لبقية العالم زي ما موجود في أوروبا السوق يعني أصبح كبره في وقت قصير وربما المشاركة التونسية بيش تكون البحث على أسواق أجنبية جديدة وقام ربما باتفاقية شراكة مع مهرجانات يعني مغربية وافريقية وعالمية في المهرجانات لكوبراء العالمية تيخولك أنك تقدر تتير شراكة مع فنانين تيخولك بزافة المسائل التي هي مهمة لأي فنان فكيف تنقوله الفنانة تي أم في ستي باش يقدر يعني يروج لنفسه وأنه يقدر ينتشر أكتر موسيقى وفي خبرنا الأخير فر نمر من سيرك بالعاصمة الفرنسية وتجول في الشوارع لبعض الوقت قبل أن يتم قتله بحسب شرطة باريس وقالت الشرطة أن بعض من موظفي السيرك أجبروا النمر للتوجه بالقرب من جسر على نهر السين على بعد نحو كيلومترين اثنين من برج إيفل وكتبت الشرطة في تغريدة أن الخطر انتهى إلى جانب صورة تعبيرية لنمر موسيقى قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين موسيقى الجيش المصري يرد بقوة على منفذي هجوم مسجد الروضة الذي أودى بحياة عشرات المصلين موسيقى بين 2014 و2017 كيف تبدد حلم داعش بدولته المزعومة موسيقى والتلوث الضوئي خطر جديد يهدد العالم موسيقى وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الالكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته موسيقى نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزن الأخبار إلى اللقاء موسيقى